أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية مساء اليوم مغادرة وفدها المفاوض برئاسة محمد السلام رفقة الوفد العماني من العاصمة صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية ميليشيا الحوثي قالت إنها أجرت عددا من القاءات في مصقط مع الوفد السعودي وأن الوفد السعودي زار صنعاء ثلاث مرات خلال الفترات الماضية ولفتت لا أن المباحثات في الرياض والنقاشات مع السعودية ستركز على الملفات الإنسانية وصرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشاملي علق رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز على وصول وفد تابع لميليشيا الحوثي إلى العاصمة السعودية الرياض وقال رئيس هيئة الأركان في تغريدة على حسابه بموقع نثق كل الثقة بالله ثم بقيادتنا وقيادة المملكة حفظهم الله أن أي حوار سوف يكون نتائجه تخدم الشعب اليمني الأرض والإنسان ويعود بالخير على كل المنطقة وأكد على أنهم مضون تحت توجيهات قيادتنا وتحالف دعم الشرعية دون تفريط في الثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إن زيارة وفد الحوثيين إلى الرياض هو استمرارا للجهود العمانية للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجرها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في أبريل الماضي ترجمة نانسي قنقر